ومنه نقرأ الحرية والتغيير تنظم ملتقاً سياسي لمناقشة سيناريوهات المرحلة المقبلة ينظم اتلاف الحرية وتغيير مجموعة المجلس المركز بالخرطومة اليوم وعلى مدار يومين ملتقاً تنظيمياً لممثله بالولايات لطرح رؤية الحلف السياسي لإنهاء الانقلاب العسكري ووضع خطط تتضمن سيناريوهات المرحلة المقبلة قال مصدر الموثوق للسودان تريبيل إن التحالف اعتزم عقد ملتقاً تنظيمي تحت إشراف يمانة التنظيم يومي السبت والأحد بمشاركة ممثلي تحالف الحرية والتغيير في ثمان عشرة ولاية بالإضافة للمجلس المركزي وأضاف المصدر أن الهدف من الملتقى التشاور بين مكونات الحرية والتغيير بالولايات حول الرؤية السياسية لإنهاء الانقلاب أهمية مثل هذا الملتقى الحرية والتغيير وفي هذا التوقيت تحديداً هو طبعاً أعتقد أنه يدخل في إطار المراحل الثلاثة التي أعلنت قوى الحرية والتغيير أنها ستتخذها لمقاومة الانقلاب وإنهاء الانقلاب ويسقاطه التي تتحدث عن النشاط الجماهيري المقاوم من مواكب واعتصامات وغيره تتحدث عن العملية السياسية وهي المفاوضات الجارية الآن وتتحدث عن النشاط الدبلوماسي أعتقد أنه هذا الملتقى يندرج تحت إطار مسألة التحضير والتجهيز لكل السيناريوهات نعم صحيح أنها تتحدث عن أنه هناك مفاوضات جارية لكن تتحسب لجملة من السيناريوهات بغض النظر عن مسار هذا التفاوت سواء كان يمضي إلى الأمام أو أنه متعثر ستضع جملة من السيناريوهات لمقابلة هذه الأوضاع بافتراض ما يمكن أن يحدث مستقبلا ولهذا تحاول أن تستعد لكل حالة يعني فلهذا يأتي هذا الملتقى وليضع من الخطط والتدابير لمواجهة مختلفة السيناريوهات المحتملة والتي يمكن أن تحدث أعتقد أنه يعني نعملية جيدة تجعل هذه القوة أن تكون مستعدة في كل الأحوال لتجابه كل حالة بالخطة التي ستتواضع على الاتفاق عليها مع ممثل الولايات